الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يعني وفقاً لهذه الآية الله سبحانه وتعالى هو الأسرع في حسابه لكن البعض بيقول أنه ربنا بيتأخر عن توقعه هو أو عن رجاءه هو في توقيت الحكم وربما الحكم لا يأتي في الدنيا أصلاً فإيه الحكمة ورده؟ هو يعني الإجابة هنا باختصار شديد هو أن نحن نحاسب ما يأتينا من عند الله سبحانه وتعالى بحساباتنا نحن مع أنه في أكثر من موقع يعني هذا مشروع بالنسبة للإنسان هنا تضيق به الأمور يعني مثلاً برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة استعجلوا مرة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استعجال الحكم استعجال الحكم القرآن آلا إن نصر الله قريب وإحنا الآن بقول كده متى نصر الله مع ما يحصل به متى نصر الله؟ أم توقعت بحساباتنا نصر الله قريب وأن حساباتنا نصر الله قريب وإنما بيَّن لنا القرآن الكريم وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعد وربنا لا يعجل بالعقوبة وإنما إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فده يعني هي حكمة ربنا كده وده مقتضى اسم الصبور وهو من أسماء الصبور فكيف يكون صبورا بالمعنى الإلهي بقى مش بصبور كده معنى الإلهي ثم يعجل العقوبة يعني هو الله سبحانه وتعالى يعطي والله المثل الأعلي يعطي الفرصة مرة واثنين وعشرة وعشرين حتى يحق عليه العذاب حتى يأتي الحكم طبعا